صباح الخير يا صحيب ياريت تحطنا بصورة الأوضاع والمعاناة لأهالي وأيضا سكان مدينة عنجرة نعم صباح الخير لكي نسرين ولجميع السادة المشاهدين بالفعل نحن الآن نتواجد في محافظة عجلون تحديدا في مدينة عنجرة هذه المدينة التي يبلغ تعداد سكانها نحو ما يقارب 36 ألف نسمة والتي تشتهر أيضا بأعين المياه وينابيعها لكنها أيضا أهالي المنطقة يعانون اليوم من شح كبير في المياه بسبب عدم وصولها إلى صنابر منازلهم فهناك العديد من المشاكل ومنها سيطلعنا عليه أحد وجهاء مدينة عنجرة صباح الخير يا عم صباح النور حياك الله لو سأل بكم تعرفنا بنفسك بالبداية إبراهيم الزول أبو النور هناك مشكلة في وصول المياه إلى صنابيركم فهل تضعنا اليوم بالصورة لهذه المشاكل يا سيدي في بداية هذا الصباح الجميل لا بد لنا أن نشكر رؤيا على المواضيع التي توهمها وتهم المواطنين وتنقل هموم المواطنين إلى جميع المسؤولين في هذا البلد الطيب مشكلة المياه القديمة جديدة متجددة المياه الحقيقة في عنجرة يعني سنقول الدور فيها غير منتظم فهناك من تقعد حوالي 21 إلى 30 يوم وناسبة 14 يوم 15 يوم وفي عندنا مناطق مرتفعة لا تستطيع أن تمتلئ لا تستطيع أن تمتلئ الخزنات إلا عن طريق الماتورات الضخي يعني لازم يكون عنده خزان في الأرض الميت الضخلية منها يضخ على الخزنات العلوية وفي الغالب معظم المناطق المرتفعة لا يستطيعون أن يتمكنوا من إتمام الماء لقلة الضخ عليهم أسألك سؤالي اليوم نحن نشوف أعين مياه تهدر خلينا نحكي في الشوارع العامة طب ما طالبتوا بي أن هذه المياه أن يكون لها خزانات تستفيدوا منها؟ هذه المياه حقيقة ليست من اليوم بل من عشرات السنين تهدر وطالبنا البلدية وسلطة المياه على أن تعمل خزان حتى يستفيد منها المواطنين للري ما بدناه لأنه الآن باعتقدوا أن هذه المياه ملوثة ليست صالحة للشرب فقلنا لهم إحنا بدنا خزانات حتى يستفيدوا منها المواطنين للري ولري مزرعاتهم لكن دون جدوة هذه المياه تهدر ومياه كما ترى هذه المياه يعني بكميات كبيرة جدا وليل النهار هي شغالة على هذا المنوال وتروح سدها ونحن نطالب وباستمرار من سلطة المياه ومن البلدية بأن يكون هناك خزانات لهذه المياه وأن تباع بمبلغ رمزي للمواطنين حتى تستفيد أول شيء البلدية أو السلطة ويستفيد المواطنين من ذلك شكرا جزيلا إليك شيخ الله يعطيك ألف عافية والآن بنضملنا أحد المتضررين صباح الخير يا عم صباح النور صباح الورد يا ميت أهل والسلطة الله يصبحك بالخير والله يعطيك ألف عافية أياك الله تعرفنا بنفسك زياد فواز مصطفى الزهوم نعم من سكان عن جراء ممكن اليوم تضعنا بقصة يعني انقطاع المياه عنكم وأيضا ضعف ضخها إليكم المي بتيجي عياني قليلة صار كانت تيجي كل 25 يوم مرة صارت تيجي كل 16 يوم مرة المي الدور البعيدة ما بتصلها المياه دور البعيدة ما بتصلها المياه تيجي ضعيفة لأن لو بدهم مشتغلوا على الضخ الضخ بتفجر المواسير لازم تيجي إنسيابي والميش زي ما تشايف فهذا هي مهدورة لو إلها خزان لو إلها أي شيء المي بتتجمع بتستفيد من هالناس يعني بدي أسألك أنت بمنطقتك اللي ساكن فيها في حدا غيرك من مواطنين بيعاني من هاي المشكلة كثير كل الناس بتعاني كل المنطقة بتعاني يعني مطالبكم اليوم أنتم كمواطنين هنا في مدينة عنجرة إيش بتتكلل يعني بتتكلل عن المي المي بتيجي ضعيفة المي بتيجي متأخرة بديرولك إياه يوم واحد ما بدولك إياه يومين ثلاثة يوم هل بتشتروا تنكات أو صهريج للمياه أه والله منشتري شو الأسعار يعني أسعار الأسعار خمسة عشر لير التنك التنك بتجيوه بخمسة عشر دينار مش ببلاش يعني شكرا جزيلا لك الله يسلم الآن بنضملنا أيضا أحد أبناء المنطقة ومتحدث أيضا باسم العديد من أبناء المنطقة تفضل صباح الخير الله يسعد صباحك صباح الخير ممكن تعرفنا بنفسك وتحكينا اليوم عن مشكلة المياه عندكم في مدينة عنجرة عبد المولي صغول شو مشكلة المياه بمدينة عنجرة مشكلة زي ما حكوا الشباب هي قديمة عنجرة تمتاز بإيش أول شي مصبح على المشاهدين وعلى مشكركم على متابعتكم لقضايا المواطنين والمتواصل مع المجتمع المحلي المشكلة المياه سيدي تنحصر بجزئيات الجزئية الأولى أنه بشكل عام عنجرة فيها ينبيع مياه فيها عدة ينبيع مياه فيها العين هذه اللي قدامك شايفها فيها نبع عين الصلوس فيها نبع عين أمجلوت فيها نبع لذلك أخي العزيز هذه لا تستثمر يعني مش مستثمرة مياه تروح حدر ما في فائدة منها تمام الآن لو طلعت على برضو على التلال اللي بمناطق عنجرة برضو فيها ينبيع مياه مش مستثمرة تمام إذا بدنا نشتغل على موضوع أنه تتحسن صورة المياه وتتحسن في منطقة عجلون وعنجرة تحديدا عجل تخفف من معاناة المواطنين بدنا نشتغل على شيء وهو حصص الفرد حصص الفرد بالمنطقة لا تكفي يعني أنت إذا مقدر لك تستخدم مثلا خمسين لتر ثلاثين لتر حصصك أصبحت خمسين لتر وسبع لتر لا تكفي أصلا للوضوء شكرا جزيلا لك الوقت دهمنا سيكون هناك تقرير يتابع هذا الموضوع بالفعل هناك مشاكل وأيضا معضلة أيضا هناك فاتورة مياه حول الموضوع تشير بأنها سبعين دينار من أحد المتضررين أيضا رغم أن المياه لا تصل وأستذكر هنا قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء الحي صدق الله العظيم بالفعل لا توجد هناك مياه في هذه المنطقة تضخ إلى المنازل مما يستوجب متطلبات الحياة هذا كل ما لديه حتى الآن سيكون هناك تقرير مفصل على نشرة أخبار رؤية عودة لك نسرين في الأستوديو شكرا سهيب يعطيك العافية وإن شاء الله يكون في حل لوقف هذا الهدر يعني الوقت اللي احنا بنعاني فيه من شح المياه عم نشوف فيه هدر كبير للمياه أيضا في بعض الأماكن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة